أدانت قناة سهيل الفضائية جريمة اقتحام ميليشي الحوث مقر قناة اليمن اليوم في العاصمة صنعاه وقالت سهيل في بيان إنها تدين ما تعرض له طاقم قناة اليمن اليوم من اقتحام واحتجاز للزملاء العاملين فيها من قبل ميليشي الحوث الانقلابية وتؤكد رفضها لمثل هذه الممارسات الإجرامية المعادية لحرية الصحافة والتعبير والكلمة وتذكر قناة سهيل أنها كانت أول من تعرض لهذه الانتهاكات الإجرامية من قبل طرفين انقلاب طيلة السنوات الماضية حيث تعرض مقرها في صنعاء للاقتحام والنهب ومنعت من البث أكثر من مرة فيما تعرض العديد من مراسلها للقتل والاختطاف وشرد الجزء الأكبر منهم داخل الوطن وخارجه